تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين أشكالاً متعددة ومتنوعة في جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية وارتفع التبادل التجاري بين مصر والبحرين إلى 917.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 401 مليون دولار خلال عام 2020 العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تشهد أشكالاً متعددة ومتنوعة في جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية كما تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نمواً متزيداً فقد ارتفع التبادل التجاري بين مصر والبحرين وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 917.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 401 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 128.7% بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى البحرين خلال عام 2021 ما يقرب من 450.7 مليون دولار مقابل 139.3 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 223.5% وبلغت قيمة الوردات المصرية من البحرين 466.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 78.2% كما بلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليون دولار لنحو 216 مشروعاً وتحتل المملكة المرتبة السادسة عشر في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري حيث يوجد عشر شركات بحرينية كبرى تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر من بينها عدد من الاستثمارات القائمة بالقطع المالي والمصرفي من اهم الصدرات المصرية للبحرين الاساس والحديد والالات والمعدات والخضروات والبقلية والمواد الغذائية والمستحضرات التجميلية والقطن والسيراميك ومن المتوقع ان تقوم مصر بفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البحريني من خلال تصدير السجاد والمنسوجات والاقطان وأيضاً الرخام والجرانيت والاسمنت فيما تعد أهم الوردات المصرية من البحرين المشتقة النفطية والزيوت والمنتجات البلاستيكية والألمونيوم ومصنوعاته ومستحضرات تنظيف والحديد والصلب وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 127.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 107.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.6 بالمئة وهو ما يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية المميزة وهو ما تؤكده الأرقام والاتفاقات بين الدولتين